مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وآخر فقراتنا وهي يمكن هتكون فقرة متعلقة بسؤال الحلقة زي ما قلنا لحضراتكم في بعض من الأشخاص بيقرروا اللي هم يعني يكتنزوا أو يقتنوا حاجات من الحاجات الأديمة عندهم اللي ما يقدرواش يستغنوا عنها اللي بتسمى الكراكيب يعني أنا من وجهة نظري بشوف اللي بتزحم الدنيا على الفاضي ولابد من الاستغناء عنها علشان نجيب حاجات جديدة وندخل حاجات جديدة لكن في حقيقة الأمر بقى الكلام العلمي للموضوع ده يمكن احنا اخذناها على محمل التهريج لحد ما شوية في الأول وسمعنا أراء حضراتكم لكن دلوقتي هنعرف ايه هو الحقيقة العلمية كمان للاحتفاظ بالكراكيب لأن في مرض متعلق بالاحتفاظ بالكراكيب اسمه متلازمة الاكتناز القهري أيوة الاكتناز القهري مراسة ألمانية حديثة أكدت كمان أعراض الإصابة بالمرض ده على أي حال خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي ضيف عزيز دايما بنوارنا في الستوديو صباحا خير يا دكتور صباحا جميل دايما صباحا خير عليك صباحا خير يا فن دكتور شايف ازاي فكرة الناس اللي بتقرر ممكن احنا حطينا السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ولينا ناس كتير قوي بتحب ليه فعلا تحتفظ بالكراكيب أو ما له علاقة بالماضي صحيح زي الصور الفوتوغرافية فهل متلازمة للترابد دي برضو مع الصور الفوتوغرافية ولا الأشياء بس الكراسي لا هي الصور الفوتوغرافية ممكن بتصير عند الواحد نعمل النيستولجيا وبعدين فيه أجيال يعني اتربت إن هي تعيش الحدث وما تصورهوش اللي هي الأجيال بتاعتنا تلاقي بعد خمسين سنة من عمره مثلا كبير وقوي معه ألبوم فيه عشرين تلاتين صورة إنما دلوقتي هوس التصوير بالموبايل ده أخذ اترب بشكل مختلف شوية إن الناس بقيت لما تروح أي مكان بتصور الحدث بس مش بتعيشه يعني تقعد على النيل قعد على البحر قعد على البلاج بيصيف بيراح أي مكان مش مستمتع بإحداثيات المكان مش متشبع بيه إنما همه وهدفه في المقام الأول إن هو يتصور ده اترب لوحده بيبقى غالبا برضه عنده انخفاض في سلب كونسبت أو نعدام الشعور بالأمن فيبقى عاوز تعزيز من الآخرين بلايقات وبإشادة وبكلمات إطناب فممكن بيلجأ لده أما بقى اللي هو الهوردنج بيز أوردر أو اترب الاجتنازل ده شكل مختلف شوية حضرتك يمكن قلت إن البعض لأ هو كتير يعني في البيئة الشرقية كتير علشان كده احنا عندنا حتى مفهوم بنستأثر بيه عندنا في مصر وفي البيئة الشرقية اللي هو مفهوم الصندرة وكان زمان الكنبة المصحارة كانت عند البيتين أيوة والدرج المقفول معرفش ليه مقفول مع إن حياتنا كلها متشافة يعني ده موجود عندنا بصورة كبيرة جدا الإحصائيات بتقول إن اللي بيجيله اترب الاكتناز أو متلازمة التخزين بيبقى في أي مجتمع من 2% لـ 6% يعني النسبة كبيرة إحنا لو 100 مليون في مصر هتلاقي حوالي 6 مليون عندهم من اضطراب ده فطبعا النسبة لا يستهام بيها عشان كده زي ما حضرك بتقول بناخدها دايما على محمل الجد ولا السيامة إن المشكلة مش في الاضطراب المشكلة ما يقترتب عليه من تبعات يعني مش المشكلة إن الواحد بيبقى حريص جدا ومبالغ قوي إنه يشيل حاجات ملهاش لازمة تلاقي مثلا كوباية قديمة بلاستيك تلاقي غطى برطمان تلاقي برش من بتوع السيدات الزمان اكسيسوري ورخيص السعر تلاقي مشت مثلا مكسور نصه تلاقي مفتاح قديم فيها جد بتبقى كده يعني زي ما حتك قلت نوستالجية بتبقى ذكرى بنحتفظ بيها آه بس دايما الحاجة اللي مش بستخدمها محتفظ بيها لأن مع تراكم الوقت بيقال بيت عندي فيه كركبة زي ما حضرك قلت وفيه دوشة والأمر مش بيختصر على الحاجات دي دايما اللي بيقال عنده الاضطراب ده بس فيه ناس بتقتني الحاجات دي وبتتفنن اللي هي تحتفظ بيها بشكل جمالي ما يبقاش بعيدا على الكركبة الله يفتح عليك ما احنا بقى بنفرق بين هو اضطراب الاقتناز القهري وبين ان واحد بيحب يجمع المقتنيات منين اللي زي ما حضرك بتقول اللي بتفنن في التنظيم والترتيب واعطاء شكل جمالي آه طبعا ده بيبقى انسان من جواه عنده السمس وعنده الحس وحس مرهف وعنده احساس وتزوق طبعا فبيعمل من الحاجات دي لوحة جمالية يعني فيه فرق كبير بين اللي بيقى عنده قالية الترتيب والتنظيم ده ممنهج وعارف بيعمل ايه وبين اللي هو قعد بيجمع في العشوائيات حاجات مالهاش اي لازمة طيب ومش بيستفيد بيه يعني امتى انا اقدر اعرف اذا كنت يعني عندي متلازمة التراب الاكتناز القهري او ان انا او ان انا بحب يعني بحب بس ممكن يبقى عندي ذكرى من حد عندي بحب اجمع حاجة معينة زي الناس مثلا اللي بتحب اجمع طوابع اللي بيحب يجمع طوابع اللي بيحب يجمع حاجات عربيات اللي بيحب يجمع ادوات تجميل على سبيل المثال ده بتلاقيه منظم ذهنيا جدا عارف ايه المستهدف عنده مقرخ لها وعمل لها ارشيف مش عشوائي مش متردد في اتخاذ القرار عكس اللي هو عنده هوردنج ديزوردر هوردنج ديزوردر ده او التراب الاكتناز بتلاقيه انسان متردد بتلاقيه انسان ما يعرفش ياخد قرار مصيري في حياته بتلاقيه مش مجرد بيجمع حاجات ما لهاش لازمة اطلاقا ده ممكن تلاقي الجرائد عنده المجلات مثلا من ايام زمان محتفظ بيها طب محتفظ بيها ليه ما النت عليه كل حاجة دلوقتي يعني ممكن جدا اجيب ارشيف اي جورنان من على النت لانه محتفظ بالمجلات والجرائد او الجريدة اللي هو بيحتفظ بيها تحديدا دي هو كان فيها خبر بيفكره بحاجة مهمة او قرار مصيري حاصل يعني انا مثلا محتفظ بي جورنان تاني يوم بعد تلاتين ستة جميل انا محتفظ بيه برضو لانا ليه ليه تحليل لما ممكن جورنان واحد ما تبقاش عشوائيات ما يبقاش مجموعة جرائد انا محتفظ بيها من الزمان فتلاقيه دائما بيحتفظ بكم مالوش اي لازمة بتلاقي جنب الجرائد مثلا حتى الحيوانات الاليفة يعني اي حد فينا ممكن بيربي قطط بيربي كلاب بيربي صلحيفة عنده حاجة الاليفة في البيت ده تلاقي عنده حاجة واثنين وثلاثة يعني حريص عليها جدا على الرغم ان هو مش بيقدرها الخدمة مش بيأكلها مش بيشربها مش مهتم بالنظافة معندوش وقت للكلام ده فحتى الامر بينسحب على بعض الحيوانات الاليفة على الزرع ليه يزرع يروح يجيب شالية واثنين وثلاثة وما يروهمش ويموتوا منه لما هو حريص على الاكتناز ومش كده وبس كمان ده بيبقى مش متخيل ان الحاجة ممكن تروح منه حب امتلاك يعني ليس اللي في بعض الاحيان ممكن تلمس شوية في النرجسية او حب التملك اه يعني ممكن تلمس مع النرجسية شوية ولكن هو بيكتنز يعني مش عاوزها معها طول الوقت الهم حاجة متشالة يعني انا بتجيلي زوجات ساعات تقول لي انا جوز يا عنده هدوم انا مجبس بالي عشرين سنة عنده هدوم انه هو لسه عازب يعني وتلاقي الجاكت يا دكتور يعني بتحس انهم نقام الاعدادية بتفكروا براف سهور فايع مثلا ليه يعني لا وبعدين يعني البيت يولع يبقى نار لو هو ملقاش الجاكت ده قد بالك يعني يقعد يقول لانت وديتيه فين مش متخيل انه ممكن الحاجة دي تروح او حد يستعرها او حد يقتبسها او حد حتى ينتفع بيها يعني ميروحش شحة هدومه القديمة يعني دايما متشالة ومتعرفش متشالة ليه تلاقي البنطلون مثلا عنده دلوقتي بقى بنتاكور ما بقاش بنتاكور زي بتاع زمان ولكن حريص انه يكون موجود والاسوأ من كده بقى ممكن يسبب حرج اجتماعي للاخرين يعني تجيلي حالة تقول لي يا دكتور انا بابا شيك وجميل ومش عاوز اقول لك يعني اناقته ما خلاش غير اليوم اللي جايلي فيه عريس وراح لبس الجاكت اللي هو بتاعه من ايام زمان اللي هي السبعة الكبيرة لا دوام سعيز العريس لا سيدة جوق والشعر المعمول لفوق ده الحمد ينيدي في السيدة في الجامعة الأمريكية ايوه او يقول لا طلعين البنطلون الشلسطون انتي عارفة ده امته ايه يعني دايما حتى يضيف قيمة للاشياء وساعات يديلها صبغة عطفية يعني يجيوا دي بتاع تابوي الله يرحمه ده لما كان يقعد بقى ويحط كده البنش عليه يعني يديلها نحية عطفية بحيث تأثر قلبك فتروح معابل مشاعر انما هو بيبقى عنده هوس الاكتناز طب انا حاسي دكتور ان احنا خدنا الناس لانه اعتقد فيه ناس كتير برضو بتحب تشيل حاجة وبتحب تحتفظ بيها خاصة ان احنا دايما بيبقى عندنا كمان اعتقد انه اكيد هيبقى ليها عايزة لان احنا بيبقى عندنا تخاوف اول برمية هرقيلها مليون عايزة بس واضح ان احنا الموضوع طلع اكبر مننا وطلع بقى فيه تردد وفيه حاجات ليه ابعاد تانية فدلوقتي هل اضطراب وتلازمة الاكتناز او التخزين ليه علاج طبعا ليه علاج بس احنا قبل ما بنشوف الاعلاج بنشوف مدى حديته عند الواحد قد ايه لان كتير جدا من عندهم الاضطراب ده يبقى عندهم مشاكل جوال بيت ممكن تكون مشاكل صحية لان الحاجات دي كلها ممكن تعمل اتربة وتعمل مشاكل في الجلزة التنفسي ممكن تبقى مكان لتجمع القوارد والحشرات فبتعملوهم برضو مشاكل صحية كتير جدا من الحرايق جوال بيوت بسبب الكركبة والحاجات دي حوادث السقوط عنده الكبار الناس الكبيرة في السن والبطوع نتيجة انها بتحاول تتفادى الكركبة وتتفادى الزحمة العصبية المفروطة عند الزوجة نتيجة ان البيت عمل لها دوشة طاقة سلبية ودوشة على الفاضي الشجار في بعض الاحيان يتخنقم مع بعض يعني يقعد يتخن يعني يكون جايب لابنه مثلا العيد بتاعه يقول لها مالفنة وقميس الكروهات اللي كان عندي وبقوله سبع سين مسألش عليه ويعمل خناء واحنا بنشوف الاول حدة الدرجة اللي هو وصلها في الاضطراب ايه وبناءا عليها نمكد نحط برنامج الاعلاج غالبا الاعلاج بيكون اعلاج معرفي وعالاج سلوكي يعني بنقعد نتناقش معاه لان فيه اسباب لده فبشوف هل عنده اسباب ورصية يعني فيه حد في العيلة عنده عنده كده هو تقصابه مس من الاضطراب دوت فبالتالي هو اصيب به نتيجة الورصة بنشوف هل هو عنده عدم شعور بالامن لان احنا ساعات بنا نتعامل مع الاطفال بالمناسبة باسدوب غير ترباوي واحنا مش شايفين فممكن يعمل لهم مشاكل فالاطفال مثلا لما انت عاوز تهددي ابنك او عاوز تحرميه فتجمعي كل اللعب وتشيليها ده هنا بيدي له عدم شعور بالامن هو ليه علامه الخاص اللعب ده او نيتوب ليه الحاجة للعب اهم عنده من الاكل والشرب طب لما يجي يجبر يجي له هوس الاكتناز او اضطراب الاكتناز يوعد يشيل في الحاجات اللي حاولين منه فلازم نعرف السبب هل خبرة مؤلمة هل واحدة اتطلقت في سدن مبكر هل حد فقد احد الوالدين فبيلاقي الامان والاشباع بالروحي في الحاجات دي لما يتملكها او يكتنزها فبنتناقش معاه ده وبنتناقش معاه هو ليه مش عاوز تطلعها ينتفع بيها الغير وليه هو حريص عليها فبنشوف البرسلو نمط الشخصية هل هو شخصية نرجسية زي ما حضرتك تفضلت وقلت فبنشتغل برضو على نمط الشخصية الاهم بالنسبة لنا السبب كل ما شفنا السبب كل ما ترتب عليه العلاج العلاج السلوكي في الجزئية دي هل فعال جدا لان في ده كترة بتلجأ لعلاجات الاكتئاب اه يعني مش بنحاول نشاور على ده قوي ما في ناس بتشتري دمخه وترتب عليك الاكتئاب ولا سيما ان اللي بيبقى بيلجأ للاجتناز ساعات يلمس في الاكتئاب يعني يبقى عنده اكتئاب شديد عنده وحدة نفسية عنده عزلة اجتماعية فبيجد الاطناب والمنجاة والسلوة والمناجاة في الحاجات اللي هي الرفيعة اللي بيحاول يكتنزها وغالبا بيكون عنده متنازمة القلق انسان القلقان من بكرة خايف من المستقبل خايف من المجهول فبالتالي بيشوف في الحاجات دي اجباعات روحية ليه فبتمسك بيها احنا بنشوف السبب ايه بنشتغل عليه وبالتالي بيتم العلاقة يعني كلام مهم يا ريت اللي احنا ناخده بعين الاعتبار وزي ما حاك قلت اذا عرف السبب بطر العجب يعني دكتور وليد احنا بنشكر حضرتك في الحقيقة على هذه المعلومات القيمة ويمكن في النهاية نقدر نقول للناس حاجة مهمة فكرة اللي هما يتصدقوا يعني لو هو رأي عندي كراكيب الكراكيب دي هي كراكيب مهمة كراكيب ممكن متمثلة في مثلا هدوم زي ما حضرتك قلت صغرت علي وقسرت علي تصدق بيها تصدقوا فان الصدقة بتدفع البلاء الله عليك بتفرج الكرب بتجلب السعادة فاعتقد اللي انا لو تحولت من فكرة الحاجة المرضية دي لحاجة بقى فيها صدقة لو في كتابها يروح وصدقني من وقع الحياة مفيش حاجة جديدة هتجيلك غير ما انت تتخلص من القديم وتحطه فيها عن نطوب يعني خدها مني على الثاني اتخلص من القديم هيجيلك كل ما هو جديد طيب دكتور قبل الختام دكتور اتفع معي دي كنت وجهة نظري إلا أنا لازم أتخلص من القديم عشان أجيب الجديد أيو ميش باب أشكرك شكرا بليك أوكي موافقة بس دكتور قبل الختام برضو فيه يمكن أنا مشهد شفته فوقعيز يسأل حضرتك يعني ممكن يكون يعني البعض أو بعض أولياء الأمور مش فاخدين بالهم منه أحيانا بيكون فيه أطفال متعلقين بحاجة معينة عندهم عروسة معينة ما عرفوش يناموا من غيرها أنا شفتها المشهد اللي شفته الموقف اللي شفته طفل متعلق بالغطى بتاعه البطانية بتاعته مستحيل ينام من غير ما يبقى جنبه هو كبر أصلر عليها ما بيستخدمهاش بس هو اللي لازم تكون جنبه وهو نايم فهل ده بيكون بدايات فعلا لمتلازمة اطراب الاقتناز هو ممكن يدينا مؤشر لو هو الولد مختبس بحاجة ما ينفعش يعتبس بيها وفق مرحلته العمرية ولكن أكتر مرحلة عمرية بتدينا مؤشر لدوة إن فيه عنده اطراب الاقتناز من 11 سنة إلى 15 سنة يعني الخمس سنين دول نبصوا على أولادنا لندول يدينا مؤشر أنه هيصب الاطراب ولا لا والكبار في السن بعد الستين بالمناسبة برضو بيبقى عنده اطراب الاقتناز القهري يعني بيبقى أولاده بقى اتجوزه بيعدوا عنه ما فيش مراعية شفت بقى دكتور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثين كانوا نشرين فيديو شهير جدا لفتاة عملت دمى أو دمية على شكل والدتها اللي توفد عشان ترقص معها ليه للطرحة هل ده برضو بيه علاقة بالاجتناز؟ هو ده مش اقتناز ولكن ساعات الانسان يسقط مشاعره الداخلية عملها حاجة اسمها اسقاط على بعض الرمزيات اللي هي مثلا ممكن تكون دمية ممكن تكون رسمة ممكن تكون ذكرى يمكن شفنا حتى فيلم زمان لنور الشريف لو حضرتك فاكر لما دخل السجن وكان ابنه لسه في اللفة فابتدى يرسمه على الحيطة ويكلمه وينقشه وكل سنة تمر عليه يطوله شوية لحد ما خرج بعد عشرين سنة بقى شابه وعنده شنبه وعمله دقن وطلع شافه بالمنظر ده فساعات الانسان يسقط مشاعره الداخلية ونواقصه المفقودة على بعض الرمزيات بحيث ان هي تبقى استبدال للواقع اللي هو المفروض كان بيعيشه طبعا نحن نشكر حضرات جزيلا شكرا على كل المعلومات دي ويعني نتمنى ان احنا نرائب نفسنا كده جماعة نشوف لو يعني احنا بنبقى مهتمين نحن نخزل حاجة او نحافظ على الحاجة اللي عندنا بشكل زيادة عن اللزوم يعني يبتدي كده اخوا بالنا ونرائب نفسنا العيحة بنشكر حضرات جزيلا شكرا دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي نورتنا في صباح الكريم شكرا لك الصباح الجميل شكرا يا دكتور شكرا